انتشر في الأيام اللي فاتت فيديو أشهر للسوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المتداول ظهرت فيه بنت اتقال إنها الفنانة السودانية إيمان الشريف وهي بتعمل حركات غير أخلاقية مع شاب اتقال عنده إنه خليجي ومع انتشار الفيديو ده اتعرضت إيمان الشريف لموجة كبيرة جدا من الغضب والهجوم عليها بدون أي بحثة أو تأكيد وهل الفيديو ده فعلا إيمان الشريف هي اللي طلعت فيه ولا مش هي ولإن الموضوع حساس جدا وبيمس عرض بنت كان لازم نتأكد من صحة الفيديو في البداية قبل من نوجه أي هجوم عليها لإن بمجرد عمل بحث بسيط جدا على موقع جوجل هنتأكد إن اللي في الفيديو ده مش إيمان الشريف ومش بنت السودانية أصلا وزي ما حضرتكم شايفين الفيديو منشور بعالم دولة الهند وفي موقع أمريكي ومن سنة 2021 وكمان في لقاطات من الفيديو ده منشورة من سنة 2020 وفوق كل ده كمان ملامح البنت اللي ظهرت في الفيديو ملهاش أي علاقة بإيمان الشريف ولا لها أي علاقة بالسودان أو السودانيين ولو حبين نقايم الموضوع بالعقل هنلاقي فعلا إن إيمان الشريف فنانة خلوقة فنانة محترمة جدا ومش ممكن أن نتصور فيديو بالشكل ده والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد